اشتركوا في القناة 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 أسألة بتشغل بالكم يعني أعتقد مكان مناسب أنه تسألونا هذه الأسألة وإن شاء الله بنقدر إحنا الاثنين مع بعض نجاوبهم طبعاً كمان لازم أشكر مؤسسة عبد الحميد شومان وصندوق المؤسسة لدعم البحث العلمي على الدور الريادي في دعم البحث العلمي في الوطن العربي ولقاءنا هذا مثال كبير على اهتمام المؤسسة بتعريف على الناس المميزين في الأبحاث العلمية ودعم هؤلاء الناس في كافة المجالات بدي يعني دكتور أيمان أنا حكيت كثير بداية لك المجال تحكينا بس تعطينا فكرة يعني من عندك يعني على جائحة الكورونا وتصورك بداية حتى ندخل في الموضوع اللي يحصل الآن في العالم يعني من ناحية هذه الجائحة يعني هي للأسف يعني إشي لم يشهد العالم من مئة سنة وبالتالي مجوز فيه واحدة بتذكرها بأمريكا حضرت الإنفلونزة الإسبانية من مئة سنة وعاشت مئة وخمس سنين لتعيش الجائحة هاي وطعمت وعلى عمر كنه مئة واثنين سنة في أمريكا طعمت حتى إنها تحضر الجائحتين فبالتالي بتصور عدد الناس اللي حضروا مشكلتين في مئة سنة يعدوا على الأصابع في العالم إحنا أجبتنا في هالمشكلة العويصة الصحيح اللي أجت مفاجئة الصحيح إنه البداية كانت معروفة لكن النهاية مش معروفة يعني إحنا عرفنا متى أصيبت أول حالة بالصين ومتى أصيبت أول حالة بالأردن ومتى أصيبت حالة في كل محل في العالم لكن للأسف مش واضح إنه متى ستكون نهاية هذا الفيروس لكن هي الجواب يكمن بكلمتين بتصور إنه المطعوم أولا وثانيا الماسك وثالثان اللي التباعد الاجتماعي فبالتالي التزامنا هو من أهم الشغلات اللي ممكن نعملها حتى مع بعض نقضي على هالفيروس اللي معرفناش بالضبط كيف بدأ ومتى سينتهي طيب إحنا يعني طبعا زي ما حكيت في مقادمة كلامي إنه الإهتمام جل الإهتمام دائما على المرض نفسه وعلى المصابين بهذا المرض يعني ما هي الأعراض كيف يعالج هؤلاء المرض هل تعتقد إنه المشكلة فقط مقتصرة على المصابين يعني إحنا إذا نطلع على عدد المصابين من العدد الكامل للمجتمع هو نسبة يعني مش كبيرة يعني إحنا في الأردن أثنك وصلنا أربعمائة ألف حالة يمكن أو فهو هذا العدد يعني يمثل يعني دي شو الجزء بسيط لكن يمثل نسبة يعني بسيطة من نسبة للسكان في الأردن مثلا طب هل الآخرين يعني إلهم هل في تأثير للمرض على الناس الآخرين غير المصابين في الكورونا طبعا هو هذا الموضوع اللي إحنا انتبهنا له إحنا بنعرف إنه صحيح الفيروس ممكن إنه إذا أصاب بالرئتين يدخل للدم وبالتالي يدخل لأي عضو في الجسم ويعمل جلطات قلبية هدول مرضى لحالهم ما ما ندخل فيهم إحنا بنحكي عن المجتمع الأوسع اللي هم من ناس اللي صحتهم ليحا ما أصيبوا بالفيروس ولكن الفيروس أثر على صحتهم بحيث إنه المحفزات الضغطات النفسية والضغطات الاجتماعية والاقتصادية هاي اللي إحنا انتبهنا لها إحنا لاحظنا إنه نسبة الجلطات القلبية في العالم وفي الأردن خف كتير من أول أكم مرة طلبوك عقص طرق كم كنت يطلبوك بالشهر العادي بالألفين وتسعة عشر أكم مرة كنا تقريبا بالأسبوع مرة مرتين مرحبا دكتور رمزي تفضل عندنا مريض عنده جلطة قلبية عيد ومش عيد أي يوم بالأسبوع لاحظنا وكل لاحظ وهي يعني ملاحظة عالمية ومحلية أنه عدد الجلطات القلبية اللي تستدعي تداخل قسطرة طارق أقل بكتير لكن في ناس صاروا ييجوا على المستشفيات وننتبه لهم أن يكون وضعه واضح على الضيق النفسي واضح أنه مش بس مريض متألم فانتبهنا لهذه الشغلة وانتبهنا للأدب العالمي في الموضوع من كل أنحاء العالم أنهم هم بيحكوا أنه اللي ما أصيبوا بالفيروس لكن متأثرين بالوضع العام اللي صار عنده اضطراب بالنوم اللي صار عنده اضطراب بأداءه بالشغل اللي صار عنده ضعف تركيز وتفكير بس أبعدنا هيك ما كان فيه أي تقرير عالمي نحن انتبهنا أنه هاي الضغوطات النفسية أدت لجلطة فبالتالي التقطت الإشارة وصار أي مريض يدخل لحد عشر مستشفى خاص وجامعي في عمان وإربد نحكي للمجموعة اللي جمعناها من البحاثة أنه أرجوكم اسألوا هادور المرضى هل الكورونا أنت مش مصاب فيها لكن كيف أثرت عليك ومن هون بلشت القصة أنه نشرنا الجزء الأول من الدراسة لأول مرة والتقطت في كل عالم تتذكر حكوا معنا من نيويورك وعملنا عليها الدراسة والويبنار وبعدين احنا يعني كان لنا شرف أنه نشوف المؤسسة عبد الحميد شومان وصندوق دعم البحث العلمي وتشرفنا أنه من ضمن 80 دراسة اللي هدخل في الكوفيد أنه كنا نحن من الفائزين وبالتالي أهميتها ظهرت على المستوى المحلي وأبعد من هيك طيب أرجعنا للنقطة الأساسية الأولى لما أنت يعني أنت خلينا نقول الفريق الطب اللي تعونتوا مع بعض على الدراسة يعني كانت أول ملاحظة لكم أنه أنه الناس اللي طبعا أنت كلامك صحيح لأنه كانت ملحوظة موجودة على مستوى العالم للمستشفيات بسبب جلطات قلبية بسبب ذبحات صدرية أقل كثير أثناء الكورونا طبعا الواحد كان يتساءل وين راحوا هدو إلى الناس يعني هو مش أنه نسبة الإصابة بهاي الآفات قلت وما ما العدد الإصابة بالجلطات ولا عدد الإصابات بالجلطات الدماغية ولا ذبحات صدرية هو الناس ربما حتى زاد العدد لكن نسبة قليلة من هؤلاء الناس صاروا يروحوا على المستشفيات بسبب الخوف من الكورونا والجزء كبير منهم كان يضلوا في البيت طبعا هدول كانوا يتعرضوا لمضاعفات صحيح بس ما حدا كان يعرف فيها فأنا بدي يعني كان سؤالي أنه يعني أنتو لما أنتو والفريق الطبي شفتوا أول مرضى يجوا على المستشفيات كان ملاحظ يعني أنه هدول المرضى يعني السبب الرئيسي لإصابتهم بالجلطة هو هو زي أي مريض وصاب بالجلطة من قبل الكورونا ولا كان فيه أشياء إضافية لفتت الانتباه بشكل كبير هو دكتور رمزي بشكل عام عند وقوع أي مجتمع في العالم تحت تأثير يعني حادث جلل كبير يعني مثلا نحكي زلزال زلزال أثينا زار عدد الجلطات في أثينا زلزال لوس أنجلس مشكلة حرب تهديد بحرب بتزيد الخوف بعمل مشاكل فإحنا انتبهنا أنه الخوف من الكوفيد ناينتين ومشاكله والناس فقدت شغل كتير اللي كان عنده شغل دخلوا يا أنه دخلوا اختفى مية في المية أو دخلوا خف عنده قلق وعنده خوف كلها عوامل بتساعد أنه هذا الإنسان ينجلط فبالتالي في عوامل كانت غريبة ما كنا نشوفها يعني من متى كان واحد يحكي لك أنا خايف أنه يصيبني مرض إلا بكوفيد الناس بإنفلوانزة وغيرها ففي ناس كتير يحكي لك أنا من كتر الخوف وبعدين بنحكي كيف الخوف يترجم إلى جلطة يعني واحد عنده شعور فجأة صار بالطوارئ فالناس صارت تحس بشغلات غريبة جدا الخوف ناس كتير خلال فترة انقطاع السفر هو هون ومرته في بلد تانية هي هون وأحفاده في محل تاني ناس كتير هم هون في مدينة تانية مش عارف يوصلهم فبالتالي كتير في مخاوف صارت بين الناس أنه الخوف القلق قلت النوم الاكتئاب الحاد كله في الأخير كان سهل هي تطلع المعلومات من المرضى كان يتبرع فيها كتير وحنا كنا يعني مزبوط كان في ناس يحكي لك أنا مبسوط يعني هاي كلمة أني أظلي محشور في البيت أسبوعين ثلاثة بالنسبة إلي وتحاول تعصره تطلع منه ففي ناس كانوا ما عندهم أي مشكلة يعني انجلط عادي زي هالناس التانية دخان ضغط سكر كوليستيرول لكن في ناس لحاله يتبرع بيحكي أنا دكتور اللي صابني مش سهل اللي شعرت فيه مش سهل الأمور اللي بنحس فيها وهي أخوي بحس بنفس الشعور بدي أحكي لابن نحكي مع أخوك لأنه بدناش تصير نفس القصة ترجم إلى زيارة الطوارئ طب سؤال بس كم مريض كان في الدراسة إحنا الجزء الأول اللي نشرنا اللي هي من شهر إحنا بدنا الدراسة في شهر ثلاث السنة الماضية بالضبط سنة جمعنا لحد شهر سبعة خمس وخمسين مريض وكلهم كانوا جلطات قلبية فهدول إحنا يعني أنا حبيت أنه أغتنم بالفرصة لأنه أنت بتعرف كم الليترشير كم كل يوم بطلع دراسة على الكوفيد آلاف نيو إنجلين جنالوف ميديسن أهم بجيها ثلاث ألاف كل يوم فأنا حكيت لو استنينا كمان شهر أو شهرين رح حدا ياخد نصير إحنا رقم اثنين فنشرنا الأولى في مجلة المجلة الدولية لأمراض القلب السريرية وعلى أول خمس وخمسين مريض وبعدين الوباء ظلوا موجود فحكينا أكيد في لسه مرضى فلازم ننبه الناس أكتر طلعنا على الميديا كتير وحكينا عنها في واساء الإعلامية مهمة وبعدين حكينا لسه المرضى موجودين فوسعنا نطاق الدراسة لفريق أكبر وحكينا كمان خلنا نطلع على الجلطات الدماغية والوفاة المفاجئة يعني في ناس يوصل المستشفى متوفى والقصة عند مرته أو عند أخوه دكتور هذا يعني في قصص كتير إنه واحد شغله هو شغله على ترتيب المؤتمرات وترتيب الميت طب ما فيش مؤتمرات ما هي الدنيا كلها سكرت كل النشاطات البشرية شلت شغله راح مية في المية فهو حس بوجع الصدر وعبينما الإسعاف كان جاي خلال دقائق هو كان متوفى يعني هذا هو التاريخ النموذجي للجلطة القلبي في وسعنا الحالات إحنا اليوم عنا تقريباً 300 حالة قديش من يعني نسبة اللي من 300 حالة قديش في يعني كان عندهم فعلاً سبب إلو علاقة بالكورونا يعني سبب مؤثر نفسياً كل 300 احنا ما بندخل في الدراسة إلا الناس كان من شروط دخل الدراسة شرطين أول شي ما يكون عنده كورونا لأنه الكورونا بتجلط في ناس كتير من الكورونا زي ما صاب بالتهاب رئوي التهاب في الأمعاء التهاب في الكبد في الدماغ في ناس الفيروس وصل شريان القلب وعمل جلطة أو أضعف العضلة أو عمل سوائل حول القلب لكن هذا الشرط استثنينها لأنه هدول يعني لحالهم علاجهم غير فأول شرط كان ما في يكون عندهم كورونا وتاني شرط يكون هو تبرع أو خلال السؤال إنه هو عنده محفز من المحفزات المالية أو النفسية اللي عملت له الجلطة سواء نوبط غضب شديدة أو فقدان الدخل مثلاً على مدى أسبوع أسبوعين ثلاثة وتأثر بشكل واضح وكان يعني جزء كبير منهم كما إحنا عندنا تقريباً من الثلاثمية طمانطعش في المية ما وصلوا للخمس وأربعين الرينج كان اثنين وثلاثين سنة إلى اثنين وتسعين فعنا يعني في كافة الفئات العمرية ناس أصيبوا بجلطات قلبية طب في مثلاً يعني السؤال اللي أختر على البال الآن يعني صنفت مثلاً أنواع المؤثرات النفسية اللي تسبب في الجلطات يعني شو كان أكتر شيء هل هي مثلاً فقدان الدخل المادي هل هي مثلاً فقدان مثلاً قريب أصيب بالكورونا هل هي يعني في أسباب معينة وجدتوا أنه هي مثلاً يعني معظم المصابين كانوا بيشكوا من هذا السبب صح ألا إلا تلترباع الناس شكوا من أكتر مؤثر أكتر من واحد وربع الناس شكوا من مؤثر واحد فشو هاي المؤثرات طبعاً ممكن أنه يكون النسب أكتر من مية بالمية لأنه أنت بتجمع مثلاً لكن أكتر مؤثر خمسين بالمية من الناس شكوا مؤثرات مالية على قبل العمل يعني أنه إحنا كان عندي شغل راح الشغل كان رات بكذا دينار نزل للربع ولا النص فقدت عملي فقد شغلي ناس كانوا مسافرين مثلاً من أهل الخريج أجعل عمان سكرت الدنيا حكوا ولود خليك بلدك شكراً خلاص راح الشغل فالمؤثرات المالية الاقتصادية هي كانت في نص الناس يعني مية وخمسين واحد كان هذه الشكوى الشكوى الثاني الرقم الثاني اللي هي الخوف بأشكاله خوف من أنه يمرض يكتسب الفيروس عشان هيك زي ما أنت تفضلت ممكن يضله يحس بالوجع بالصدر وضله بالبيت ما بدي يروع على الطوارئ يعني بين قسين ينجلط على مهله ويجي بعدين على المستشفى ففي الخوف الخوف من المستقبل الخوف من بحكي لك أنا بس خايف مش عارف شو فيه أنا مش فاهم شو اللي بصير الخوف إنه ولاده ينصابه الخوف على العائلة أشكال كبيرة من الخوف والعامل الثالث اللي هو الغضب إنه شو هالفيروس اللي أجا شل حركتنا ومحدش عارف له حال فالغضب الغضب كتير في الأدب العالمي معروف إنه نوبة غضب قد تجلط نوبة غضب غير الناس اللي دايما معصبين طول عمرهم هدول غير ضغطه سكري شوي بس نوبة غضب كبيرة هلا فيه شغلات على مستوى أصغر مثلا موت عزيز يعني فيه ناس تأثر وفيه ناس يعني أمثلة إنه ما عارف يحضر جنازة والده بمدينة تاني في الأردن فهو انجلط مش راح يروح والمثال الغريب جدا اللي هو مهم إحنا بنحكي عن الأم ومدرستهم كل شي هلا على رأس الأم اللي بتدرس طلاب فيه ست أربع أطفال دراسة أونلاين إنت تعال إنت روح إنت وين جيت إنت أفتح الكمبيوتر تبعك جننوها نجلطت من جننوها نجلطت ففيه أمثلة عن جد إنه لازم المجتمع ينتبهي لها صحيح بس كمان أنا بخطر بالي بقول إنه يعني حتى هاي الظروف النفسية موجودة حتى من قبل الكورونا راح طال موجودة بعد الكورونا يعني صحيح يعني دائما إحنا لما بيجي مريض ود معه دبحة صدرية منسأل هاي الأسئلة يعني إنه لما بلش معاك الوجع بالصدر مثلا شو كنت عم بتساوي فيه منهم فعلا بيقولوا إنه أنا يعني سمعت خبر سيء مثلان أو تعرضت لها صدلة ممكن لها مشكلة مالية أو كده فهاي المؤثرات موجودة أصلا حتى بالظروف الصحية العادية يعني هي غير مرتبطة بشكل عضوي مثلا وبشكل أساسي مع الكورونا لكن الكورونا ضخم هاي الظروف يعني هو الغضب موجود بالمجتمع وموجود عند كل الناس لكن موجود الكورونا جائحة الكورونا زادت من نسبة الناس اللي عندهم هاي الظاهرة وظاهرة الغضب بجوز كمان زادت من قوة الغضب عند الناس صحيح فهاي يمكن هي اللي أدت إلى زيادة في عدد حالات الجلطات ودبحات الصدرية صحيح السؤال هو ليش هاي الأشياء بتعمل الجلطات يعني شو كيف واحد بزعل كيف واحد بزعل بسير عنده جلطة واحد مثلا بخسر مصاري بسير عنده جلطة واحد تعرف باسمع خبر سير عنده جلطة يعني شو اللي أول شي نصهم نص المرضى كان عندهم تاريخ سابق بأمراض القلب يعني عامل عملية قلب مفتوح فهو مهيئ أول شي النص الثاني كان عنده جزء منهم عوامل للإصابة بالقلب اللي بنعرفها في المجتمع الأردني الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين بنسب مختلف تتراوح من 50 إلى 30% وفي نسبة حوالي 20% ولا إشي هذول الناس اللي يعني انجلط بدون شو ما تسألوا ما عندوش لا تاريخ عائلي ولا ضغط إلى آخره هلا كيف واحد فجأة اتأثر بالكورونا زعل غضب فقد شغله فقد عزيز إلى آخره كيف هذا بتترجم لجلطه هايو بالطوارئ الإنسان لما يغضب فيه إشي في جسمنا اللي هو أدرينالين والكورتزون هاي اللي هي المواد التي تفرز في الدم بشكل عالي هاي المواد خاصة الأدرينالين بزيد الضغط وبزيد النبض بمعنى انه ضغطنا بزيد نبضنا بزيد أول شريان بطلع من القلب على الشريان الأبهر اللي هو الشرين التاجية اليمين والشمال فبزيد قوة اندفاع الدم في الشرينين هدول بطانة الشرين من الداخل بطانة طرية سهلة الانسلاخ تحت تأثير الكورتزون والأدرينالين والضغط العالي والنبض العالي بصير انسلاخ في جدار الشريان من جوه وبالتالي بتتعرض الأنسج اللي ما تحت البطانة للعوامل التجلط والصفيحات متى ما صار هالشرخ بتنبني الجلطة القلبية وممكن خلال دقائق أو ساعات تنتهي بجلطة إذا الإنسان محظوظ بيجي بوجع للصدر وزي ما انت شفت انه بتعالج بسرعة بالقصرة التداخلية وبروح تاني يوم لكن للأسف خمسة في المية من هدول الناس خمسة في المية كانت الجلطة قاتلة بمعنى انه أول عوامل وجع خفيف لكن بصير خفقان في القلب والخفقان اللي هو لما تطلع في مسلسلات الطوارئ اللي هو الناس اللي بيعملوا له شك لكن هدول الناس اللي بيشكوا متأخرين للأسف فهكذا تترجم من نوبة الغضب والزعل والعصبية لجلطة الاستعداد طبعا غير واحد ما عنده واحد ما بيدخن واحد بالعب رياضة واحد صحته مليحة مقاوم للغضب والزعل والنرفز غير عن واحد مصيوب زمان بنوبة قلبية أو بدخان أو عنده كوليسترول اللي مش مكتشفه أو سكر عالي فبالتالي بنرجع على كمان إنه برضو الإنسان عنده استعداد مش كل واحد بزعر رح ينجلط يعني هو الواحد بفهم من كلامك إنه الناس اللي عندهم بالأصل مشاكل في القلب خلينا نقول مشاكل صحية ممكن تأثر على أو تسبب مشاكل القلب زي ارتفاع ضغط السكر الكوليسترول المدخنين هدول العرضة أكثر للإصابة بالجلطات إذا صار معهم واحد من الظروف النفسية اللي انت حكيت عنها بس كمان حتى الشخص السليم مية في المية وحتى لو كان صغير بالسن صحيح إذا تعرض لظرف من هاي الظروف أيضا هذا الشخص ممكن يصاب بالجلطة فهي يمكن رسالة يعني منك للناس إنه يعني إنه يديروا بالهم على حالهم يعني حتى حتى الإنسان لما بتعرض لظروف نفسية شوية صعبة المفروض إنه يحاول يتكيف مع هذه الظروف بحيث إنه يعني ما يقذي نفسه ويتغلب على الظرف القاس اللي هو فيه بدون ما إنه يسبب لنفسه أعراض صحية يعني ممكن تكون يعني في بعض الأحيان زي ما قلت انتقاتل يعني صحيح يعني بدك استعداد مزمن يعني اثنين اخوة توأم واحد بلعب رياضة وما بيدخن وبعمل قياس للكوليسترول وبعالجه هذا عالي لأنه مش ذنبه يعني فيش شغلات وراثية ووزنه مليح ورياضي وأخوه التاني اعكس كل اللي حكيناه ونفس البيت ونفس العائلة ونفس الجينات وبتعرضوا لنفس الضغط وممكن اثنين بيشتغلوا بنفس الشركة وضيعوا أشغالهم فواحد معرض بنسبة عالية هلا ما بنحكي انه كل واحد اتعرض لضغط نفسي رح يجع على المستشفى لا طبعا ولا كان مشكلة عويصة احنا بنحكي انه ناس معرضين لكن انت بتشوف مين الاكتر عرضة هذول انت بدك ما تكون منهم بس انت بتركز على موضوع الدخان هل قد الدخان سيئ جدا سيئ هم بيسألوني المرضى دكتور انت بتدخن بعد ما بعد ما عطيت درس بالدخان بحكي انت بتدخن دكتور اول شي لانه انت شفت كمان انت اعملتك الدراسة اللي هي الجلطات الاردنية والرجفان الاذيني في الصغار احنا بنحكي عن امراض تصيب الشاي خوخة في الغرب تصيب الشباب اللي عنا ولما تطلع على هاي الفئة العمرية الصغيرة مزبوط في ضغط سكري وكوليستيرول بس الدخان يعني زمينا دكتور عمر عبيداد في الجامعة الاردنية لما تطلع المعلومات تباعتنا اللي عملناها انه بجمع مثلا سبعمائة ولا تمنمائة اردني عندهم جلطة قلبية على عمر اقل من خمس واربعين سنة بتطلع على شو اللي جلطهم تسعين في المية تسعة وتسعين في المية مدخنين فبحكي لكن لا والله دكتور الكوليستيرول بحكي الكوليستيرول يعالج لكن التدخين هو آفة اجتماعية وهي هاي اثار هاي اللي بنشوفها المظبوط اللي بنشوفه كمان انه كثير من المدخنين يعني حتى لما تعرضوا لإصابة بالقلب وبدخل على المستشفى وبعملوا عملية قلب مفتوح مثلا او بعملوا شبكة وبنطلب منهم طبعا دائما انه خلص يعني الدخان هو واحد من الأسباب المهمة اللي عملت لك هاي المشكلة فبطل من الدخان فيه جزء كبير منه يمكن حتى في الدراسات اللي اللي اجريتهم في الأردن وانتباب يعني يعني الشخص الأساسي في هاي الدراسات انه في البداية نعم بيبطلوا الدخان يمكن أسبوع شهر وبعدين معظمهم لما برجعوا بيراجعوا بيكونوا رجعوا يدخنوا إذا مش زي أول حتى أسوأ من أول يعني يمكن نسبة التلتين إلى أكثر من تلتين من المرضى بيكونوا بدخنوا وبتتذكر الدراسة اللي عملها بنتي وبنتك وبنت دكتور عماد الحداد أولادنا عملوا دراسات وكلهم ما شاء الله هلا بأمريكا وبريطانيا بيكملوا عملوا دراسة عطناهم معلومات عن 2400 مريض أردني إن عملهم عمليات توسيع الشرين بالشبكات 2424 مريض وطوبعوا لمدة سنة طبعا هدول حوالي أربعة بالعشر كانوا مدخنين فأعطينا هدول الشباب الدكاترا يطلعوا على الأربعة من عشر هدول أربعة ضرب يعني حوالي 600 مريض شو صار بالدخان بعد أنت مطلعت من جلطة أنت مش طالع من عملية تجميل جلطة وبعض الناس توفوا يعني فإشي كبير وعلى عمر صغير يعني عمرك سبعين سنة بس كل مهم لكن على عمر صغير فكانت النسبة سبعة من عشرة من الأردنيين المدخنين اللي يصابوا بالجلطة برجعوا لك على العيادة الأسبوع التالي وهو لا يزال يدخن مشكلة طبعا مشكلة وصحيح يعني في نقطة يمكن ذكرها الدكتور أيمن وحب أركز عليها أنه إحنا في الأردن وحتى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام يعني معدل سن الإصابة بأمراض القلب بالجلطات هو أقل عشر سنوات من المعدل الإصابة في المجتمعات الغربية وهذا طبعا برجع لعدة عوامل منها لطبيعة الحياة اللي احنا منعيشها قلة الاهتمام بالصحة عدم التركيز على الاهتمام مثلا بالمعالج تضغط السكر الكوليسترول النسبة العالية من المدخنين نسبة التدخين عندنا في المجتمع نسبة يعني لا تصدق نسبة الإصابة بالسكر عندنا أعلى بكتير من نسبة الإصابة بالسكر في المجتمعات الغربية فكل هاي العوامل مع بعض عم بتخلي أنه حتى الشباب عندنا يعني يصابوا في الجلطات والآن أصبح مش غريب أنه الواحد يسمع شاب عمره 30 سنة أو 40 سنة وصيب بالجلطة يعني هذا صار شيء عادي عندنا في مجتمعاتنا إحنا لما كنا في أمريكا كنا نستغرب يعني لما بيجي مريض عمره 30 سنة مثلا أو حتى 40 سنة وعنده جلطة يعني كل الأطباء يتجمع وندرس شغلات كثيرة ويبلغ عن هاي الحال لأنه شيء غير مألوف لكن في الأردن اللي بشتغل في المستشفىات بلاحظ أنه في عدد نسبة منيحة من المصابين بالجلطات هم فعلا من الشباب وإحنا حتى يعني أنا برجع بركز على موضوع الدخان يعني أنه إحنا لما مراتب نحسب مستويات الاحتمال الإصابة بأمراض القلب عند أي شخص في المستقبل في عدة معاملات معادلات وحسابات بنحسبها لما منضيف عليها الدخان النسبة بترتفع كتير يعني أحيان في بعض المرضى مثلا إذا بنحسب الحسب ومنحط إنه ما بيدخن بيطلع هذا الزلمية أو هذا الشخص ما بلزمه أدوية حتى للكوليسترول إذا أضفنا التدخين على المعادلة بيطلع بلزمه إنه ياخد دواء كوليسترول فالامتناع التدخين قضية مهمة دكتور أيمن يعني الكورونا للأسف لسه موجودة عندنا وإحنا بالأسف في الأردن حاليا حتى نشوف بعلة بسيطة مثلا بقول لك شو بدي بالمستشفى يعني إذا رشح مش راح يروع على المستشفى إذا صار عنده وجع بالبطن بيستنى لتاني يوم راسه وجع ويقول خليني بركي مع حبتين بنا كذا بتحسن الوجع بس إحنا لما متحدث على أمراض القلب وهذه قضايا خطيرة وفعلا في خوف وهذا الخوف مفهوم يعني مش راح نستغرب إنه شخص بخاف إنه إحنا منشتغل في المستشفى ونخاف نروع على المستشفى لكن مضطر نروح لأنه هذا عملنا لكن إنسان العادي بقول لك أنا ما بدأ روح على المستشفى لأنه إذا رح تتعالج في المستشفى أكيد بالطور رح يكون في ناس مصابين بالكورونا إذا دخلوني على المستشفى أكيد في ناس في الغرف مصابين بالكورونا ممكن حتى الناس الموظفين اللي بيشتغلوا فالناس عم تمتنع تروع على الكورونا فهل من رسالة أنت بتوجه له هل هذا الخوف من الذهاب إلى المستشفيات هل هو خوف مبارر يعني فعلا هذا الخوف بمنع المريض إنه إذا حس إنه عنده مشكلة خاصة إذا كانت المشكلة بتتعلق بمشكلة ممكن تكون من القلب هل هذا الخوف يعني صحيح أو أنت بتعتقد إنه هذا تصارف صحيح أو تفكير صحيح إنه الخوف يمنع المريض أن يروح على المستشفى ويتعالج أو هل المريض يختار مستشفى معين أو مركز طبي معين إذا بده يتعالج لهذه الأشياء هو أكيد يعني أكيد الخوف غير مبرر إنه الإنسان يعني إذا يجعل المستشفى ويعالج ويناد الفريق الطبي بالليل وإلى آخر ويروح بالسلام والعافظ بالتالي الحلول سهلة أنا يعني أريد أقول أنه لأنه مدخل لهذه القصة أنه الناس لازم تطعم أكيد الطعم لا يخاف منه لأنه من أهم الوسائل أنه نخفف المشكلة في بلدنا وعلى مستوى العالم كمان المطعوم لازم حدا ياخد وأكيد هلأ رح تجينا أسئلة على الموضوع لكن الخوف غير مبرر لسبب بسيط أنه هذا الخوف هو اللي بيخلي الإنسان قد تحدث معه وفاة مفاجئة ودعاش بيصير معه هبوط في القلب لأنه العضلة قد تضعف وبالتالي بدل ما يجينا في ألم عمر الألم ساعة أو ساعتين ونستطيع أن نحل المشكلته بكل بساطة والمستشفى لا يظل في المستشفى أكثر من 24 ساعة الآن أنت تخاف من الأشهاد ممكن يأخرك ويجيبك عليه في هبوط قلب وخلص القصة تنتهي لا يوجد حلول هبوط القلب أمور صعبة جدا وأنت دكتور رمزي تشوف المرضى كلمة هبوط قلب بإشي صعب جدا على مستوى الفرد والعائلة تبعته في عمر صغير فالخوف غير مبرر أولا ثانيا نتأكد أن نحن مستشفياتنا الأردنية اللي فيها قسطرة مجهزة بمعنى أنه يعني بده الإنسان يوازن نحن نشوف هالمستشفيات في كل القطاعات الطبية المريض بيجي عنده وجع بالصدر فيه ترياج فيه خلال أول عشر دقائق يكتشف والفريق الطبي بيجي بعمل القسطرة والكل لابس حماية للمريض وحماية للطاقم الطبي وبالتالي بتخلص القصة هم لما يشوفوا حالات ويعرفوا عن حالات نجاح كثيرة بتصور ما في مبرر لأي أردني عنده وجع صدر والطبيب ما رح يعرف على التليفون يعرف شو وجع الصدر مرحبا دكتور عنده وجع صدر شو أعمال تعال على المستشفى خاصة في موضوع القلب لأنه الوقت مهم جدا يعني يتحت يعني ممكن الواحد يقول أنا بستنى لتاني يوم أو كذا هذا كمان القرار مش صحيح لأنه أحيانا الدقائق والثواني إلى أهمية في كيف العلاج رح يكون طبع إحنا شوية رحنا على موضوع لما جمعتوا هدول المريض طبعا هذا البحث العلمي كتب في مقال يعني كبير مقال طبي خلينا أقول أو دراسة طبية وأرسل للنشر يعني أنا طبعا مطلع على الجزء الأول للخمسين مريض نشر في واحد من المجالات الطبية ممكن تحدثنا أين نشر بس أنا اللي بدأ أركز عليه يعني أنه ما هي أهمية البحث العلمي يعني إحنا لما نحكي مع الأطباء بشكل عام يعني بجوز معظم الأطباء بالأردن ومرة تانية أنا بحكي عن القلب بديش أنا كمان يعني أعمم على التخصص الأخرى ممكن تخصص الأخرى ما عندهم نفس المشكلة منلاحظ أنه في إنشغال كامل عن البحث العلمي وفي حتى تهميش لأهمية البحث العلمي على حساب العمل والشغول وقلة الوقت وكتر المرضى وكل الأمور هاي فالبحث العلمي للأسف باخد حيز ضئيل جدا من انشغال الطبيب أو من اهتمامه وهذا الحكي ما منشوفه بس مثلا في القطاع الخاص يعني أطباء القطاع الخاص بس منشوفه بشكل عام بدون ذكر مؤسسات وكذا منشوفه حتى في القطاعات العامة الكبيرة اللي هي بجوز واحد من من أهدافها يجب أن يكون بشكل أساسي نشر البحث العلمي فبدي تقول لي هيك انت كونك مطلع على هذا الموضوع وإلك باع طويل وخبرة طويلة يعني شو أهمية البحث العلم ليش انت والمجموعة الأطباء اللي تشتغل معهم بشغلين حالكم بهالم الموضوع وليش انتو بتعتقدوا انه إجراء الأبحاث الطبية هو العالم كله بعمل أبحاث الطبية ضرورة احنا نعمل يعني خلينا نستنى بطلع البحث اذا ما عملنا احنا رح يطلع فيه من الأيام من بلد تاني وبنقرأ ونستفيد وخلاص خلصت القصة ليش احنا يعني يجب ان نركز على هذا الجانب من الطب باعتقادك هو الطب أو غير الطب في كل العالم يقاس بمدى انت كم تنتج من أبحاث علمية ما بدنا نضرب أمثلة من الغرب لأنه الأمثلة واضحة ومعروفة الريسيرتش والبحث العلمي هو اللي بيؤدي إلى تقدم العناية الطبية بيؤدي إلى تقدم الوصول إلى أدوة جديدة بيؤدي إلى التقدم الوصول إلى مطاعيم أجهزة طبية علاجات يقلل نسبة الوفيات في الأمراض المزمن السلطانات والأمراض إلى آخره فكلمة البحث العلمي في الأردن زي ما تفضلت يعني هي ضعيفة أنا بنحكي عن البحث العلمي في المجال الطبي وفي مجال القلب خاصة برامج الإقامة في الغرب بعلموك كيف أنك تكون جزء من حياتك البحث العلمي وبعدين هما يشوفوا مين المهتم في الموضوع ويهتموا فيه الآن من كل أربع مقيمين أطباء في برامج الإقامة أو الزمال بأمريكا بحاولوا يطلعوا من كل أربعة واحد باحث نحن نحاول على قدر الاستطاعة فيعني من خلال المقابل اليوم اسمح لنا أشكر الجامعتين تلت جامعات الصحيح التكنولوجيا في إربد والجامعة الأردنية في عمان والبلقاء التطبيقية والزملاء في المستشفيات الخاصة اللي جمعنا هالمجموعة حتى نعمل الأهداف اللي سألت عنها دكتور رمزي أول إشي أول إشي لهذول الطلاب الطلاب لما يشتركوا معنا ويحط في سيرة العلمية أنت لحالك يعني عملت له رفعة في مستوى بحيث أنه سهلت عليه يتقدم يروح يعمل ريزدنسي بروغرامز ويرجع طبيب مؤهل وقفه أولا ثانيا أنت لما تقرأ الكتاب اللي رح يطلع اللي هي المجلة الأمريكية لكلية الطب الأمريكية اللي رح تنشر كل الأبحاث في مؤتمر القلب الأمريكي اللي جاي في أيار هاي السنة وتشوف ثلاث أبحاث باسم الأردن ولما تشوف في قائمة الدول بحكي لك مثلا الأمريكا خمسين ألف بريطانيا عشرين ألف كذا كذا الأردن ثلاث الأردن جزء بجوز خمسين دولة بس ومئة وخمسين دولة ما قالهم اسم فأنت هاي أول إشي بعدين بحث على مستوى حلو يعني أنت ما بتحكي عن كيس ريبورت هاي مش مش مريض أنت تحكي عن مجموعة من المرضى فمهمة لا سمعة البلد ورفعة قيمة البلد أنه في ناس بيحكوا أخيرا إحنا زي ما حكينا الطبيب القلب الآن اللي إحنا مهتمين في الموضوع من عشرين سنة بعد فترة ما رح يكون عنا اهتمام في نفس الموضوع لابد من جيل ياخد هاي المهم ويحمل الرأي لأنه بدون ما يندربهم إحنا لازم الكراسيمات تنترك فارغة إذا تركت فارغة إحنا يعني غصبا عننا مش بإيدنا لأنه بنحاول على قدر ما نستطيع وإن شاء الله تكون نتائجنا يعني نشوف النتائج بعد عشر سنين هذول الناس هم جايين على مؤسسة عبد الحميد صحيح نحن كمان يعني موضوع شغل أساسي لازم نذكرها أنه إحنا كشعوب أصلا نختلف عن الشعوب الغربية يعني كوراثيا نختلف ظروف الحياة ظروف المعيشة ظروف البيئية كلها تختلف فإذا ظلينا نعتمد على نتائج دراسات أجلية في الغرب ونطبق هاي النتائج على مجتمعاتنا على مواطنين بجوز يعني يكون هذا الحكي غير دقيق وغير صحيح هم كيؤدي إلى يعني إلى عدم استجابة مثلا أو إلى معلومات خاطئة قد تؤدي إلى يعني مثلا على سبيل المثال عدم استجابة كافة لنوع معين من الأدوية يعني أنت حتى وكل كل البلاد المتقدمة يعني عادة تجري دراسات على مواطنيها لأنه أنت يعني مثلا بدك تعمل دواء مثلا للضغط وهذا الدواء مثلا تجرب على يعني مجتمع غربي واستجاب له نسبة معينة ما منقدر إحنا نحذر أو ناخد هاي الأرقام بحد ذاتها ونقول هاي هي نفس الأرقام اللي راح تكون كمان موجودة عندنا في المجتمع الأردني مثلا إذا إحنا ما عملنا دراسة بالأردن على مواطنين بظروفهم الموجودة في الأردن ما راح نوصل إلى نتيجة ممكن هذا الدواء اللي ناجح في بلد معين ما يكون ناجح عندنا صحيح ممكن في مرض معين مثلا يقال إنه نسبته مثلا في مجتمع غربي عشر ويكون عندنا عشرين بالمية فإحنا أصلا ما منتعلم وما منقدر نخدم الناس من الناحية الطبية بشكل ممتاز إلا إذا درسنا الأمراض وسبل العلاج وانتشار هاي الأمراض في المجتمع وكان عندنا دراساتنا الخاصة فينا اللي بتدار تعطينا الأجوب على كتير من الأسئلة اللي إحنا دائما نسألها فالدكتور أيمان جهودكم طبعا مبارك لأنت الفريق الطبي اللي بتشتغل معه طبعا أنا بعرف إنه عدد كبير من الأطباء ومن فيهم دكتور رمجي طبعا ي种 متواضع إنه ما يحكي صيغة المخاطب والأطباء ؟ شكرا الأطباء طبعا بمثله قطاعات مختلفة بمثله أطباء في القطاع الخاص بمثله أطباء في القطاع العام بمثله أطباء يعني بيشتغلوا بعمان أطباء يشتغلوا بأربد في مدن أخرى ومستويات مختلفة من الأطباء زي ما حكي الدكتور أيمان يعني فيه اختصاصيين بأمراض القلب لكن أيضا فيه طلاب في كليات الطب المختلفة أيضا جزء أساسي من هذه الأبحاث وهذه قضية مهمة في تنشئتهم وتكوينهم وحتى يقدروا يتطور ويوصلوا للمراكز طبي متقدمة وأماكن طبي متقدمة فأنا يمكن الخمسة واربين دقيقة الأولى شارفت على الانتهاء يعني أنا بدي أستغلها بإذن أشكر مؤسسة الشمان على الفرصة هاي وبدي أشكر الدكتور أيما على الحديث الممتع والحديث التعلم منه وبتمنى دائما يشوف اسم الأردن عالي بكل المحافل الطبية يعني هذا شغلة أساسية يعني كلنا بنشدها يعني وشغلة أساسية أنه البحث العلمي هو واحد من الأشياء اللي أيضا تقاس فيها الأمم يعني فيه خرطة جيورافية للعالم بيحطوا حجم البلد على حسب حجم المساحة تبعته لكن أيضا فيه خرطة بيئيس حجم البلد بحسب الإنجازات العلمية وإحنا للأسف يعني يعني ملاحظة أنه يعني في بعض البلاد بيكون حجمها الجغرافي الأدبس بيكون حجمها العلمي كبير لكن إحنا بلادنا للأسف يعني الحجم العلمي تابع حضائل جدا وهذا مشوفه لما بنحضر المؤتمرات المساهمات العربية بشكل عام وإحنا جزء من العالم العربي في المؤتمرات الطبية هو ضئيل ضئيل نسبيا يعني لكن إن شاء الله هاي الصورة بتتغير بوجود ناس زي الدكتور أيمن يعني في الأردن وجود ناس برضو زي الدكتور أيمن في بلاد عربية تانية فمرة تانية شكرا أيمن وشكرا للحضور وأعتقد راح ننتقل هلأ لفقرة الأسئلة والأجوبة نعم وبتمنى إن يكون في صار فيه أسئلة إن شاء الله يعني حتى نشغل للـ 45 دقيقة تانية فما بعرف الأسئلة بتكون موجودة على الواتساب هيك حكوا لي طيب في سؤال دكتور أيمن من شخص عماد سلامات بيسأل ما هي أسرار إصابة الشباب في الأردن يعني إحنا حكينا إنه بجوز إذا واحد يعني عمره ستين أو سبعين أو ثمين سنين أصيب بالجلده ما أحده بيستغرب بس لما واحد بنصاب بعمره تلاتين أو أربعين سنة أو عشرين سنة الكل بيستغرب وبعدين في الناس بفكروا إنه يعني لما يصاب واحد شب فكروا إنه يعني نسبة الإصابة بالشباب أعلى بكتير من الناس الكبار بالسن فالهذا الحكي الصحيح هو شو السبب إنه الشباب يعني يصابوا بمرض كان يعتقد إنه هو بس مخصص للناس الكبار بالسن إنه ما في أسرار لأنه يعني كيف واحد عنده جلطة بدك تسأله شو اللي سبب لك الجلطة وهم ست سبع أسباب ضغط سكر كوليسترول ضغط نفسي تدخين أسباب وراثية فالقصة هي مش الأسرار القصة إنه نسبة الناس اللي عمرهم تحت الخمس وأربعين ويصابوا بالجلطة أكثر من الدول التانية يعني ممكن زي ما حكيت دكتور رمزي إنه لما كان زمان نشوف واحد أمريكي مصاب بالجلطة وعمره صغير هذا فرج يكون إحنا مش فرجة يعني إحنا مأساة بنسمي فإحنا تقريبا من كل خمسة واحد ما وصل إلى الخمس وأربعين فبالتالي قصة إنه هذا يصاب بجلطة بتثير اللغط حولها إنه هاي أخوي نصاب جلطة على عمر صغير فهي بتثير لغط في المجتمع أكثر الختيار يعني واحد سبعين سنين جلط أوكي يلا ما هو معروفك متوقع فهي القصة إنها بتضخم لكن لما تطلع على الأسباب وتشوف إنه الدخان هو السبب معناته خلاص ما في سر أنت بتدخن بدك تعرض حالك للجلطة عندك كوليسترول عمرك ما فحصته وهي الكوليسترول شغلة مهمة لأنه الكوليسترول أسهل إشي ينفحصه أسهل إشي يتعالج هلا مزبوط في أرقام وراثية إذا الكوليسترول الطبيعي تحت المتين وأربعين أو تحت المتين والضار مثلا تحت المية وخمسة عشر الإنسان العادي وتشوف أرقام وراثية الكوليسترول للضار الدي ال تلتمية واربعمية معناته هي وراثة وفي أدوية يعني سواء أدوية حبوب ولا إبر تتناول تحت الجلد الحلول موجودة فهي ما هي أسرار للأسف هي عوامل خطر الإصابة بالشرايين المنتشرة في المجتمع الأردني في سؤال من بروفسور وليد عبد الكريم بقول ما لهش علاقة بالموضوع الكورونا بقول تم تركيب دعامات بالشرايين ومن ساعتها ملتزم بدواء الكوليسترول ودواء الضغط وكنت مدخن ولكن الآن ممكن أدخن سيجارة واحدة يوميا أو أحيانا لا أدخن هل هناك مشكلة في سيجارة يوميا نعم يوجد مشكلة يا بروفسور يعني هذا بدخن بس بقولك يا ما بدخن يا مرات بس بيش عبالي أدخن سيجارة فبدخن سيجارة احنا عنا شدة العتبة يا دكتور للتدخين صفر في مرضى القلب ما في فما بالك لسه في السكند يعني يكون أخوي بدخن وأنا جنبه مثلا برضو خطر ولسه فيه كمان الثيرد هند اسموكي يعني أنا وأخوي بندخن ونترك المحل ويجي بعضنا ناس على الكرسي نفسه بأخذ دخان من الكرسي فللأسف كلمة تدخين ما بتتوافق مع القلب بالمرة وبمناسبة أنه باخد دواء كوليسترول الدكتور يتأكد أنه الـ LDL عنده الكوليسترول الضار تحت السبعين وده تحت الخمس وخمسين كمان أحسن له يعني يحول على الأرقيلة مثلا الواحد أخطر بكثير الأرقيلة لأنه قصة الأرقيلة اللي هي المحبب للشعب الأردني برضو كجلسة عائلية حلوة الكل حقصة يعني صغار السن من شباب وشابات خطرها أسوأ من التدخين وتقرأ دراسات كم رأس الأرقيلة يساوي كم بكيت يعني سواء بكيت ولا نص ولا أربعة هي كمان مشكلتها مشكلة وكمان ننتبه أنه إحنا الآن بتناوب على نفس الأرقيلة في زمن الكورونا يعني والبقية عندكم لا طبعا ومشكلة الأرقيلة كمان يعني حتى المكونات المعسل كمان فيها مواد كيموية مختلفة اللي بتعطي النكهة وبتعطي الريحة والطعم وهي لما بتنحرق بالجمر يعني كمان ما منعرف شوه الأثار الجانبية والأخطر من ذلك أنا برأيي بالنسبة للأرقيلة أنه أصوحت الأرقيلة الآن يعني حتى لا تعتبر دخان يعني بتلاقي مثلا عائلة قاعدين وراء حوالين طاولة في مطعم مثلا بتلاقي الكل بدخن حتى الأولاد والصبايا والشباب اللي أعمارهم يعني بالخمسة عشر والسطاعش بدخنوا مع أبائهم وأمهاتهم للأسف كانها يعني لعبة مشكنها سيجارة فهاي مشكلة فما يحول حدا على الأرقيلة يعني بس طب نكمل عن نوع الثالث من السيجارة أنا أسأل كمل عن نوع الثالث الإي سيجارة والإلكترونيك شو هيك يعني برضو هاي مليحة يعني مثلا هي هو الأسف الأسف بموضوع السيجارة الإلكترونية وإنه الهدف الهدف منها كان للناس اللي بدخنوا سيجاير وبدهم يبطلوا الدخان احنا بنعرف اللي بكون يدخن كمية كبيرة من السيجارة بصير عنده إذا بطل الدخان فجأة بصير عنده أعراض جانبية والجهاز العصبي بتوتر وممكن يدخل في مرحلة شوية صعبة لكن حتى حتى ما يدخل بهاي المرحلة يعني تم اختراع السيجارة الإلكترونية فهي عبارة عن جسر بين تدخين السيجارة وبين إيقاف الدخان يعني هي مش بديل هي عبارة عن مرحلة لازم يكون لها مدة زمنية معينة بتعتمد على قديش كان يدخن الجسر العربي طويل فهذا يبدو أن الجسر الآن أصبح عبارة عن طريق لا نهاية له وصار الواحد يعني بفكر أنه خلص إذا مسك السيجارة الإلكترونية ودخنها أنه هو في أمان وخلص انتهت المشكلة هي هي المشكلة ما انتهت يمكن بعض المكونات اللي موجودة بالسيجارة العادية غير موجودة بالآيكوس فهي كآمن ربما تكون أأمن لكن حتى هلأ ما يعرفش مصادرها أيضا من اللي بيصنحها وكيف الطريقة اللي بتتصنع فيها لأنه صارت الشغلة شائعة جدا وممكن يكون فيها حتى مواد كيموية غير مدروسة يعني أصلا ولها آثار سيئة على صحة الإنسان واللي يشوفوا أيضا في ناس حتى بالأصل ما كانوا يدخنوا سيجاير بلشوا الدخان بالسيجارة الإلكترونية لأنه شافوها موجودة وسهلة وبيدار الواحد يشتريها فهو بالأصل ما كان يدخن صار اتعلم الدخان على السيجارة الإلكترونية فهي جيدة إذا كان الواحد فعلا في نية أنه يبطل الدخان بشكل أساسي لكن إذا هو بمجرد بده يتسلى فيها مستمر بالدخان فهي سيئة جدا في سؤال بعرفته تقدر جاوبه دكتور أيمان بقول إيش هذا من عماد أيضا إيش دور الجمعية القلب في البحث العلمي والتدريب جمعية القلب نتشرف أنه نكون أنا ودكتور رمزي أعضاء في جمعية القلب الأردنية نحن في الهيئة العامة بمعنى نحن لم نتشرف أن نكون في الهيئة الإدارية هما أعضاء الجمعية لهيئة العامة كلها اللي هي مجتمع أطباء القلب الأردنيين هما رافضين الأصليين لكل دراساتنا يعني إحنا دراسة الرجفان الأذيني في مية وخمسة سواء إذا بنستثني الطلاب والمقيمين بقيتهم كلهم زملاء أطباء قلب من الجامعات والقطاعات الطبية المختلفة الدراسات الدراسة الكوفيد ناينتين اللي هي المحفزات لدى مرضى الغير المصابين بالجلطات كمان كلهم الزملاء فعني إحنا كل واحد يجتهد بما يستطيع في عمل الدراسات ونحن نتشرف أن دراستنا هاي يعني الآن راح نلقيها في مؤتمر القلب الأمريكي في أيار وفي كمان مؤتمر التصلب الشرعين الأوروبي برضو مباشرة يعني مباشرة بعدها وأكيد اليوم انت شفت عملنا سبميشن لمؤتمر القلب الأوروبي اللي هو في آخر أوغاست اللي هي جمعنا آخر المجموعة خلاص حكينا بكفي 300 مريض تقريبا فكلنا زملاء متشاركين يعني في المسئولية طبعا جمعية القلب منظلة الجميع هي وتبقى منظلة الجميع والعمل مع جمعية القلب دائما إن شاء الله بيستمر يعني أكيد إحنا طبعا في القاعة في عنا عدد من الحضور يعني طبعا العدد بسيط بسبب الظروف الكورونا بس في عنا يعني 2-4-6-8 أشخاص موجودين فإذا في أسئلة من الموجودين معنا في القاعة خلال شهر شهر ونص ست أشخاص أنا شخصيا بعرفهم يعني توفوا بسبب جلطات وهن أعمارهم يعني أكبر واحد كان يمكن عمره 50 سنة والمعظم كان يعني بالأربعينات مش كلهم بدخنوا أو عندهم كوليسترول أو أو يعني وحتى آخر فترة كان في شخص عزيز علينا أظن كلنا اللي بنشتغل بموضوع الرياضة والابتكار شخص رياضي ما بدخن يعني دائما مرح الشخص ودايما موجود للكل وفاجأنا بأنه صابته جلطة وتوفى طبعا يمكن تخيلنا أنه بعيد الشرب وكان تصيبنا إحنا بس ما تصيبه هو يعني هل هذا الإشي إلو دخل بجائحة الكورونا يعني هل الشخص تغيرت حياتنا إحنا يعني كنا نطلع بره نشوف الدنيا كنا نشوف ناس حولينا هلأ صرنا كله أي حتى أي اجتماع عم بيكون عن طريق الزوم أو التيمز أو وسائل التواصل أي شيء خفت طلعتنا في الهواء الطلق اللي نقول هل هذا إلو تأثير على موضوع الجلطات هذا أول سؤال السؤال الثاني اللي بدي أسأله كنت أنه يعني هل يعني مش شرط أنه الواحد كمان إذا عليه ضغوطات تأدي لجلطات يعني كلنا منكون عمالنا منحكي أنه عصابنا توترت مو عارفين بكرا إش رح يجيب فعنا يعني صحتنا النفسية مش مش طبيعية ما لها بتكون هل هذا الإشي يعني في إلو حل للناس تقدر تخفف بدل ما بعيد الشرط وصل لجلطة أنا بجاوب على السؤال الأول والدكتور رمزي بجاوب على الثاني السؤال الأول يعني تمت الإجابة عنه بدراساتنا إحنا أول دراسة عملناها في الأردن اسمها جو هارتس كنا أنا ودكتور رمزي ماشيين في فيينا في مؤتمر حكا لشرك نعمل مجموعة أبحاث أردنية وسمناها جي سي سي وكانت أول دراسة جو هارت خمس آلاف أردني جمعناهم من المستشفيات عمان مصابين بالقلب شو كان الهدف نشوف هدول الناس شو عندهم في إشي بسموه العوامل الأربعة الخطر الكلاسيكية ضغط سكر كوليسترول دخان شفنا إنه إذا بتاخدي مئة رجل أو مئة امرأة مصابين بالجلطة القلبية خمسة وتسعين في المئة من الأردنيين عندهم واحد أو اثنين أو ثلاثة وأربعة من هاي وطبعا لاحقا نضفنا زيادة الوزن وعوامل تانية فالجواب سهل إنه إحنا في من كل مئة خمسة ما عندهم العوامل الخطر المنتشرة هدول هم اللي بثيروا الناس التساؤل حواليهم إنه ما عنده العوامل اللي سميناها هلا أكيد بعد استثناء العوامل الخطر اللي حكيناها اللي هي مهم جدا نتخلص منها لأنه إذا خلصنا من الأربع عوامل هاي نتخلص من جزء كبير من الخطر لكن الخمسة بالمئة هدول زي ما تفضلتي في عندهم عوامل ما بنعرف لسه الجلطة القلبية مرض جيني في غير كروموسومات الكوليسترول غير كروموسومات السكر والضغط فيه جينات إذا الطفل انولد فيها يعني بتتنبأ بخمسين بالمئة فرصة إنه الإنسان ينجلط زي الأورام وزي السرطانات فيه جينات إذا اكتشفت مبكرا بتعرف إنه هاد عنده رح يصير سرطان في القولون خلالنا نعمله وهلو مجرا لكن هاي أول شي مكلفة أولا وتانيا قل من الناس فهي ما فيه يعني فعالية إنك تفحصيها وكفائتها وفعاليتها وفائدتها على المدى البعيد لكن موجودين لكن بظل في المجتمع الأردن نركز على 95% مهم جدا وبعدين في تقدم العلم يصير ندور على جينات وعلى كروموسومات بتصور مرحلة تانية السؤال التاني إلو بال يعني مش كل مضغوط نفسيا مش كل مضغوط نفسيا أو كل واحد بتعرض لأزمة بنجلط الحمد لله أولا كان يعني بزوزة كلا جلطنا يعني لأنه بحياته الإنسان إلا يتعرض لمشاكل يعني وهذا جزء من الحياة يعني ما في حدا عنده مناعة ضد هاي المشاكل بس هو يعني بعتقد إنه الإنسان إذا داره بحاله إنه يعني يعني يتعامل بهاي الظروف بشكل ما يأثر على صحته أعتقد إنه إنه ممكن يتجنب هذه الحالة لا الموضوع اللي حكي عنه الدكتور عيمان مهم جدا لأنه إحنا هذا كله بتبع اهتمامنا وصحتنا بشكل كامل نحن المشكلة يعني حتى طريقة حياتنا إذا بنطلع بشكل عام إلا ما ندر أو إلا النسبة القلة من الناس مش مضبوطة مية في المية يعني اهتمامنا بصحتنا ضئيل جدا بحجة إنه ما في وقت بحجة إنه متوكلين على الله بحجة إنه بديش أروع على الطبيب لأنه هلا إذا رحت على الطبيب أكيد رح يشوف لي شغله رح يلاقي لي شغله ورح يغلبني إذا رحت إلى الدكتور أكيد رح يطلع علي مشكلة ورح يبلشني على دوا أنا ما بدي أبلش دوا وما بدي أفتع علي بواب هذا الحكي اللي بنسمعه من الناس وحتى بنسمعه من الناس المثقفين فلذلك المشاكل الصحية عند الناس بتتراكم وما بيكتشوها يعني يعطيكي مثال ممكن دكتور أيمان بيصلحني إذا أنا غلطان بالأرقام بس إحنا مثلا لما بلشنا إحنا ندرس الناس اللي بدخلوا على المستشفيات من مشاكل صحية جزء من الأشياء اللي بنعملها فحوصات مختبر ومنعمل فحص السكر رح تستغرب إنه يمكن حوالي خمسين بالمية يمكن من الناس اللي بدخلوا على المستشفيات منلاقي عندهم السكر مش مش تمام وهنا ما بعرفوا ما بعرف إنه عنده السكر عالي التراكمي مرتفع يعني هذا هذا الشخص عنده إما سكري أو ما قبل السكري وهو ما بعرف دخل على المستشفى في مشكلة طبية أخرى ونعمله فحص الدم واكتشف إنه عنده سكري السكري معروف حتى قبل ما يبلش السكر بيكون بلش نفس المرض يعمل مشكلة بالأوعية الدموية صحيح صحيح أنا بعرفش إذا النسبة اللي حكيتها هي نسبة بس يعني بس يعني يعني شو في قديش فيه اهتمام بالصحة فطبعا إذا كان المريد مش مهتم بكونه عنده سكر وما عنده سكري مش مهتم بضغطه في ناس طول حياته ما بفحص الضغط بستنى لو يصير عنده مشكلة مشان يفحص الضغط بعدين بروح بكون بالمستشفى عم بيزور إدو قريب وكذا هيك بيجوا مثلا بديوا المريدين بديوا مئسوا الضغط للشخص في الغرفة بمدي إيده بقول له بالله إصلي الضغط أنا عارف إنه كويس وما عندي ضغط بس يعني بدأ مني موجود موجود إلا إصلي الضغط بإصلي الضغط نشوف إذا عندنا ضغط أو ما عندنا ضغط وإذا عندنا ضغط نعالجه نفحص السكر نفحص الكولاسترول الدخان إشي أساسي رياضة شغلة أساسية يعني إحنا لازم نصف السيارة على باب المحل اللي بنا نروع عليه إذا كان في عشرين متر بنعتبرها هاي شو بمشيني هالمسافة يعني فما عندنا هاي كل الأشياء بتساعد على إنه الإنسان يكون في وضع صحي صحيح والرياضة أنا بالنسبة لي بعتبرها كمان بتخفف حتى من الضغط النفسي عند الناس يعني هي وسيلة من وسائل راحة نفسية يعني النوع من أنواع المديتيشن يعني اللي بتخلي المريض فعلا ينسى همومه بتخليه إنه كتير يقلل من احتمالات الإصابة بهاي المشاكل حتى لو كانت عنده فأنا بقول لو إحنا كمجتمع بنلتفت أكتر لصحتنا ونحاول نقلل من عوامل الخطر اللي بتأدي لحصول الجلطات حتى لما إحنا بنتعرض لحالات الغضب وحالات الواحد يعني بزعل كتير أو بغضب كتير أو بتوتر كتير ما راح تأدي لمشاكل إذا إحنا بالأساس بشريننا وصحتنا وضغطنا ونبنا وسكرنا كويس فيه كمان نقطة مهمة دكتور رمزي اللي هي برضو دراسة اللي نعملناها إنه شفنا حوالي 800 مريض عندهم جلطة ما كانوش ياخدوا دواء كوليسترول ماش الحال ومش معروف الكوليسترول تبعهم من أول وقالوا ما حدا فحصهم المريض اللي بيجي في الجلطة وبتعملوا فحص كوليسترول عند الإدخال هذا بعكس فحص الكوليسترول ما قبل إذا استنينا عليه تاني يوم الكوليسترول بيصير بده يعمل التقام لعضرة القلب فبنزل فبناخد فكرة إنه الكوليسترول منخفض إذا عملناه تاني يوم الصبح فهلأ إحنا فدول الناس لما يدخلوا بنعملوا فحص كوليسترول ما عمرهم عملوا فحص كوليسترول اكتشفنا إنه من كل عشرة تماني إلى تسعة لو إنه شفتم بارح ما قبل الجلطة كان ممكن نكتب له دولة الكوليسترول وممكن إنه ما ينصبش في الجلطة يعني هذا سؤال تاني فرقم غريب جدا في أمريكا هذا الرقم خمسة من عشرة من كل عشرة بيجوا على المستشفى جلطة قلبية ما بيأخذ دولة كوليسترول تفحصوا الآن تحكوا لو شفتك مبارح كان أعطيتك دولة خمسة من عشرة عنا تسعة من عشرة الرسالة الكل يعمل فحص كوليسترول الحلو في الموضوع بطلوا يوصوا بالصيام يعني ما في داعي يعني ممكن هلأ كلنا نروح على مختبر ونعمل فحص كوليسترول الإشرة الوحيدة اللي بيختلف للصيام الدهون الثلاثية اللي بتأثر على البنكرياس يعني ما نجدخل كثير في القلب لكن الكوليسترول الضار والمفيد والكلي في الكل يعمل هو مروح من الشغل هو في المستشفى هو مريض يزور مريض فتخيل وبعدين هاي الأدوية كم أول شيء خيصة وأهميتها في مئات الآلاف من الناس والدراسات فوائد لا تعد ولا تحصى على تخفيف نسبة الجلطات الدماغية والقلبية وعمليات القلب والشرين فإشي سهل جدا وفي متناول اليد تمام هيك؟ اتفضل في سؤال تاني من القاعة على هذه المحاضرة القيبة أشار محاضرنا الكريم إلى خطورة الخوف أنه يؤدي إلى الجلطة يؤدي إلى الموت المفاجئ يؤدي إلى قلة النوم ولا الاكتئاب أنا أتساءل لماذا الخوف؟ يعني حينما يأخذ الإنسان الاحتياطات اللازمة غسل يديه بالماء والصابون اغتسل بالماء الدافئ والصابون غسل ملابسه بالماء الساخن والصابون عمل تهوية للبيت شمس أغراضه فراشه لماذا الخوف؟ الاهتمام بجهاز المناعة أمر مهم جدا المناعة منظومة متناسقة المناعة يعني المناعة تنفعل بظروف الإنسان وأحواله تنفعل إذا انفعل بالتدريبات الرياضية تنشط المناعة بالخمول والراحة تسكن التجارب أشارت إلى أن ممارسة الرياضة كما أشار محاضرنا الكريم ممارسة الرياضة تجعل الخلايا البيضاء تزداد ربما إلى أربع مرات وربما تستمر هذه الزيادة بعد انتهاء ممارسة الرياضة أكثر من 20 ساعة رياضة الجري الرياضة البسيطة تعمل أيضا على زيادة الخلايا البيضاء المهمة في مقاومة المرض والقضاء على الفيروس إذا اهتم بالتغذية المتنوعة يعني مثلا أغذية مثلا حبة البركة عليها دراسات بأنها تفيد جهاز المناعة هذا اللي هذا اللي تكلمنا عليه هذا اللي تكلمنا عليه أنه ممارسة الحياة بالشكل الصحيح هو أكثر رصيد عند الفرد أنه يحافظ على صحته هو رصيد الوحيد فإذا اهتم بأكله وبيشربه وبيحركته وزي ما قلت انت رياضة وامتنع عن الدخان هذا بالنسبة له احتياطي مهم جدا رح يجنبه صحيح إصابة بي مش بس بأمراض القلب والشرايين أيضا بالأمراض الأخرى المنتشرة يعني فهو نعم عشان إحنا بنحكي دائما الوقاية وهذا مبدأ طبي الآن حاليا موجود إحنا عنا علاجات لكثير من الأمراض بس دائما الوقاية الوقاية كثير أهم من العلاج وهي الآن كل الأطباء والمراكز طبي بتركز على هذا الموضوع حتى نتجنب أن ندخل في دوامة العلاج ومشاكل في الاحتياطات التي يجب أن نأخذها أيضا عند نقل الدم عند تعاطي الدم التأكد من سلامة الدم كذلك عند العلاج بالحقن كذلك عند العمليات الجراحية عدم التلوث وعند علاج الأسنان النهرب من هذه الأمور وبارك الله بك شكرا شكرا أحبيت أنا أحبيت شكرا لك بارك الله في شكرا لك في سؤال دكتور أيما بتعلق بأمراض القلب والكورونا يعني طبعا معروف عند الناس أن الناس المصابين بأمراض مزمنة بما في أمراض القلب هم أكثر عرضا يمكن للإصابة بالكورونا وكل إصابة عندهم أشد هل مريض القلب إذا أصيب بالكورونا في أمل أنه يتعافى من الكورونا طبعا يعني هو هي المعافاة هي القاعدة وليس الشيء الشذوذ دائما نسبة الوفيات من سواء مرضى القلب أو مرضى غير القلب المصابين بالكورونا نسبة الشفاء أكثر والحمد لله من نسبة الوفيات لكن إذا تعرض مريض القلب للإصابة بالكورونا فرصة أنه تكون الإصابة شديدة أكثر من الإنسان اللي في نفس العمر اللي ما عنده خلفية في مرض القلب مريض القلب هو ممكن بس يعني الكورونا تصيب الرئتين فقط لكن ممكن أنها تنتشر وده وصلت الدم زي ما حكيت في الأول أنها ممكن تعمل جلطة قلبية ثانية أو ضعف أو مزيد من ضعف العضلة القلبية اللي هي أصلا ضعيفة سؤال من السيد محمد الشواورة شكرا على الندوة سؤالي هو كيف يمكن تدريب العقل على التكيف على الظروف الصعبة والخوف هل هناك ممارسات نفسية معينة تساهم في زيادة المناعة النفسية؟ يعني هو لا شك أول شيء هي الطمأنين النفسية أول شيء مهمة الرياضة زي ما تفضل الأستاذ الرياضة بشكل عام ممارسة الرياضة في ناس لهم نظريات على اليوغا والمديتيشن والتأمل كلها شغلات مهمة وفي الأخير هو يعني نمط الحياة هو يعني عبارة عن باكج هي عبارة عن حزمة وليست قصة واحدة الإنسان الصحي هو الإنسان اللي باهدم في كل أمور مشاكل القلب والدماغ الإنسان الصحي هو الإنسان اللي بمارس الرياضة هو الإنسان اللي بيعمل فحوصات دورية هو الإنسان اللي بحاول يعني ياخد قصد كبير من الراحة الإنسان اللي بحاول يتعلم على احتواء الغضب والزعل والخوف المفاجئ وهي شغلات مهمة لأنه الغضب المفاجئ ممكن في الإنسان غير متدرب على احتواء الغضب قد يكون يعني ينتهي به إلى أمر مزعج أكيد سؤال من عبد عن ابتاوي وشكرا جزيلا جلسة ممتازة هل ناجي من مرض السرطان؟ هل لديهم معامل مخاطرة إضافة معامل مخاطرة إضافة بالنسبة للفيروس من حيث المضاعفات يعني اللي عنده سرطان وبتعالج من السرطان هل إذا أصيب بالكورونا هو عرضه أكثر من الناس العاديين نحن مش خصائيين سرطان لكن بالمجمل والمعلومات العامة أنه أنت تتكلم عن مريض سرطان سابق ومعالج وانتهى من الوشوفي هو يعامل كإنسان عادي لكن قد يكون معرض لنقص المناعة لكن الأخطر هو المريض اللي عنده سرطان نشط وتحت العلاج وهذه الناس منعتهم ضعيفة جدا وبالتالي يعني مشكلة كبيرة لو أصيبوا بالفيروس الفيروس أصلا يصيب الجسم المناعة المكتملة فما بالك في إنسان قليل أو ضعيف المناعة سؤال شخصي دكتور عيمان طعامت أنت طعامت وأخذت الطعمين والحمد لله والأنتي بضي عندي متين وخمسين عالي جدا نعم أنا شخصيا أنا شخصيا طعامت كمان أخذت الجرعة الأولى لسه باتذار الجرعة الثانية السؤال الصيني أو غير صيني أنا المظبوط رحت على مركز صحي القويسمة الشامل وما سألت وكان في نيتي أني ما أسأل شو المطعم لأنه قلت أي مطعم بعطوني أنا راح أاخده عرفت المطعم اللي أخذته بدون ما أسأل من الشخص اللي كان قابلي لأنه كان يسأل أسئلة لها علاقة بالمطعم فعرفت أنه أخذت الفايزر ولما رجعت على البيت يعني في الطريق بعتولي المسج بموعد الجرعة الثاني وكان في المسج فيه أنه أنت قد تناولت مطعم الفايزر وموعدك بهاتفال اللي أخذت الفايزر فيه فرع بين المطاعم يعني هل واحد يصر على مثلا أنه أنا بدي هذا أو بدي هيك في هاي الأيام واليوم كم مريض عندنا سبع تلاف وزيادة يجب أن لا نسأل ما هو نوع المطعم أنا برأيي الإنسان اللي سجل على المنصة بشمر عن إيده وبغمض عيونه وبأخذ المطعم فيه ناس لسا مترددين التردد لن يفيد لن يفيد لن يفيد في أمريكا أنا مبارح قرأت تمانين مليون أمريكي صار ماخدين المطعم سواء جرعة أو جرعتين كم نسبة كم واحد مات بسبب المطعوم صفر نعم كم واحد صابه حساسية شديد استدعى الدخول المستشفى وإبرة أدرينالين بالمليون 11 لا مبرر لشعبنا الأردني أنه يتساءل بعد أكمية مليون صار في العالم أكم دولة مصابة أكم حالة فقدناهم وأصيبوا أصدقائنا على أجهز التنفس أطباء وغير أطباء ولنزال نتساءل ومتخوفين من الفيروس ومتخوفين من المطعوم أتصور لوقاية عائلاتنا ومجتمعنا الأوسع أتصور الرسالة المهمة أن المطعوم ضرورة وطنية وعجبة صحيح وبغض النظر عن نوع المطعوم يعني كلاهما حتى لو صار فيه حتى مطعوم ثالث ورابع صحيح يعني كل المطعيم جربات وفعالة بين نسبة تفاوتة لكن إحنا كمجتمع يعني أعتقد القضية الأساسية أن يكون أكبر عدد من الناس الطعم وأنه هنا نصل لإحنا مناعة القطيع وبنقدر فعلا نمنع انتشار المرض بدون ما يكون فيه تطعيم على مستوى كبير أو نسبة عالية من الناس رح يضل في عندنا مشكلة والمشكلة كمان أنه كل ما انتظرنا أكتر للوصول لمناعة القطيع كم يكون فيه فرصة للفيروس أنه يتحور ويشكل سلالات جديدة ممكن تكون لها مقاومة للمطعوم المتوفر حالي وممكن دخلنا كمان في مشاكل أخرى فهو زي ما قلت دكتور رايمان هذا واجب فعلا مش واجب شخصي هذا واجب وطني لأنه أنا بالمطعوم مش بس بحمي نفسي أنا كمان بحمي الناس اللي حوالي وبحمي أفراد المجتمع التاني فإذا أنا مهتم بصحة عائلتي أولادي بناتي زوجتي زوجي أبي أمي كل هاي الأشياء أو جيراني أو أفراد العائلة التانين أو حتى الناس اللي بشتغل معهم في مواقع العمل جزء يعني من إثبات مواطنتي الصالحة واهتمامي بصحة الناس هو كمان إني أطعم كل الإصص والنسمع وكله أنا برأيي خزعبلات ما إلها أي صحيح لازم لازم يعني نتخطى مرحلة الخوف ويعني أنا بكون سعيد لما شخص من مرضاي أو من معارف يتصل وأحكي له أنا اطعمت والدتي اللي عمرها سبعة وسبعين سنة يطور عمرها اللي عندها أربع شبكات في القلب وسجلت وراحت بكل صدر نرحب والطعمت فعالعكس شوية وجهها يعني مين ما بيقدر يطعم هل في مثلا في أمعين من ناس أمراض معينة أو أشخاص معينة خاصة اللي عندهم حساسيات مثلنا من أشياء معينة في ناس ما بنفع أو مش لازم يطعموا يعني هو إذا بدك تقرأ الناس اللي ممنوع مية في المية يعني اللي بسموهم مناعة مطلقة مش مناعة مطلقة ممنوع بشكل مطلق إنهم ياخدوا اللي هو اللي عندهم حساسية لأي مادة تدخل في تكوين المطعوم وبالتالي هي مكونات نادرة جدا لكن حساسية البيض حساسية البنسلين هاي أسئلة عادية بنسأل حساسية شديدة حساسية صبغة عملوا لي قسطرة في يوم الأيام واتصار معي طفح وضيقة نفسه إلى آخره ما في أي مانع من هاي لكن هما الآن يوصوا إنه الإنسان اللي بصرح للمركز اللي بدو يطعم فيه إنه أنا عندي حساسية شديدة هما بيراقبوا نصف ساعة لأنه عندهم كل الكفاءات وهي زي ما حكينا من الدراسات وكل شي بتبع الدراسات والاطمئنان من ناس عندهم يبحث الموضوع زي ما حكينا من كل مليون 11 عندهم حساسية شديدة 11 في المليون بيأخذ إبرة الأدرينالين بتروح الأدرينالين بتروح الحساسية فبالتالي كلمة ممنوع عن المطعوم أو ما دكتور مرحب أنا دكتور مريد قلب عندي أنا عندك من زمان أروح بحكي له أنت اللي لازم تروح طبعاً كأطباء يمكن تصل لمكالمات بشكل يومي عن المطعوم يعني مرضاناً اللي بتعالجوا دائماً بيفتحوا التليفون بسألوا دكتور أنا إجاني بعتولي إنه في عندي تطعيم بكرة أروح ولا ما أروح يعني أنا ما بذكر في أي واحد من اللي سألوني هذا السؤال جوابته بلا أنه ما تروح أنه إنت لا وعك تروح تطعيم وكذا يعني 100% من كل المكالمات اللي وصلت من مرضاي كان طبعاً إنت زي ما إنت قلت إنت بالعكس إنت اللي لازم تطعيم إذا إنت عندك ضغط وعندك سكر وعندك مشكلة في القلب إنت أصلاً هو إنت اللي لازم تطعيم يعني ما لازم تنتظر وفي ناس للأسف بفكروا أنه يعني المطعوم يعني طبعاً هاي الحكي الناس أنه المادة اللي موجودة في المطعوم هاي بتدخل على التركيبة الوراثية تبعة البني آدم بتدخل على الخلايا من جوا بعدين بتعمل فيها مشاكل يمكن ما نشوفها هلا لأنه هذا جزء من المؤامرة أنه ما رح نشوفها هلا لكن نرح نشوفها بعدين رح يما نصام بالجنون أو بالعقم أو بأي مشاكل طبية طبعاً هذا الحكي كله حكي يعني كلام فاضي لأنه عادة علمياً معروف أنه إذا بده يصير فيه مشاكل من المطعوم بتصير في الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى الآن المطعوم عم إله حوالي ست أشهر الآن بشكل بكل العالم يعني وزي ما قلت أنت ما ثبت وجود أي آثار جانبية تذكر يعني على المطعوم فعشان هيك فعلاً ما فيه مشكلة وحتى المادة اللي الموجودة في المطعوم يعني هي أصلاً خلال 48 ساعة بتكون انتهت وغادرت الجسم يعني هو المادة اللي بتنعطى في المطعوم ما بتضل في الجسم أصلاً هي الجسم بكسرها بس خلال 48 ساعة الأولى بتكون مدة كافية إنها تحفز الجهاز المناعي تبع الجسم إنه إذا إجا الفيروس يتعرف على الفيروس وإدار يقاومه بس هي المادة اللي موجودة في المطعوم أصلاً كلها بتتآكل وبتنتهي وبتزول في مدة قياسية يعني 48 ساعة لبعض المكونات البسيطة فهي أصلاً ما راح تضل موجودة حتى تعمل مشاكل في المستقبل أو تسبب عهات أو تسبب خلل عقلي أو بدني أو عقم أو كل هاي الأشياء حتى كمان دكتور رمزي الناس اللي أصيبوا بالكوفيد ناينتين برضو هدول من الناس اللي يجب أن يطعموا هاي برضو فئة معروفة من الناس إنه لأنه فعالية أو ديمومة الجسم المضاد اللي من الالتهاب أكيد ما هو طويل المدى زي أو المناعة اللي بتطلع من المطعوم والآن أنا بقرأ التقرير أنه يتوقع أنه أنا أخذت جسم مضاد بعد المطعوم يضل سنتين أو ثلاث وبالتالي يعني إن شاء الله هاي تكون فترة أنه الفيروس انتهينا منه وبالتالي كلمة المطاعيم والمطعوم يجب أن تكون قصة يعني تأخذ على محمل الجد في المجتمع عنا أريد أن أرى إذا هناك أسئلة آآ تفضل تفضل في سؤال من الحضوة تفضل يعطيكم العافية دكتور ملاحظ بالفترة بفترة جائحة كورونا أنه يمكن مش زاد عدد الناس اللي تمارس الرياضة بس في ناس على أقل جدد وهو نوعه كان من خلينا نقول تغيير الأجواء بعد يوم حضر أو بعد ليلة طويلة من الحضر والآخره ففي ناس كثير يعني بنلاحظهم بالأحياء مثلا كل واحد مكان ساكن بلاش مارس الرياضة هل ممكن يكون في ربط بين هذه الدراسة الحالية وبين الناس اللي كان عندهم استعداد لجلطات للأسباب السبعة اللي حكيتها وحمدهم هذه الرياضة مستقبلا بربط الدراسات مع بعض سؤال ممتاز يعني في وجهين للجواب الوجه الأول أنه بعض الناس يعتقد أنه قد تكون الجلطات خفت ما بنعرف لأنه الناس عندها الآن وقت تمارس الرياضة والوجه الثاني أنه بعض الناس كانوا يلعبوا رياضة وبطلوا فترهلت أجساهم زاد الوزن زاد الكوليسترول لكن برضو جزء من المحفزات اللي في دراستنا نحن زي ما حكينا الغضب والزعل والمشاكل المالية لكن في جزء من المرضى بتصور كان خمسة في المية من الناس سبب الجلطة كان أنه عملوا جهد جهيد خلال فترة الحظر تتذكر لما سمحوا للناس تروح تجيب غراض ماشيا على الأقدام وأكيد كلكم شفتوا زينا ناس حامل شنطة السفر وزي كأنه بالمطار جار الشنطة وماشي وأنا شفت اختيار جهتنا يعني ماشي مسافة محترب وأمامه طلوع لسه يعني حكيت هذا الرجل إذا ما هو مستعد للرياضة وجسمه ما عمروش هو حابل وطالع طلوع فجزء برضو من الوجه الآخر للرياضة أنها يجب أن تكون على قدر يستطيع إنسان تحمله يعني نحن مش بدناش أبطال أولمبيين الإنسان اللي يعرف مدى درجة تحمله يمشي طبعا المشي أسهل الرياضة والسباحة اللي عنده من مجال لكن المشي هو الأسهل أما بعض الناس عملوا مجهود كبير يعني واحد عنده جرة غاز بده يحطها لأنه صاحب جرة الغاز اللي بيبيعه خايف يدخل على البيت لأنه في واحد بسعل فراح هو بده يحمل جرتين الغاز يحطهم بالمطبخ وهو أصلاً مش متعود على حمل أكم كيلو الجرة تنتين فبرضو الجهد الجهيد هذا معروف كمان جزء من المتاعب الإنسان لازم ينتبه لها لما بده يمارس رياضة إذا قرر خلال فترات الحضر أو الحجر سؤال شكراً على المعلومات القيمة هل هناك من احتياطات لمريد القلب من الوجب اتباحه بعد انتهاء أعراض الكورونا الرئيسية يعني أصيب مريد قلب أصيب بالكورونا وانتهت الأعراض في احتياطات معينة على المدى البعيد مثلاً أو المدى القصير هلا على المدى البعيد والقصير الآن فيه يعني مرت علينا فترة يجي ناس من الناس اللي هم أصيبوا بالكورونا ولا يزالوا يشكوا من أعراض غريبة جداً لا يزال يشكوا من تعب عام وضيقة نفس وألم بالصدر وإنهاك ومرضى القلب معرضين أكتر فبتصير الأعراض تشبه كأنه هبوط قلب أو كأنه دبحة صدرية أو ضعف في عضرة القلب مهم على مريد القلب بأنه يتناول الأدوية اللي كان يأخذها خاصة مميعات الدم المهمة مهم أنه يراقب الضغط لأنه ممكن الكورونا الإنسان بطل ياكل ضغطه نزل ممكن من تعب والإنهاك ضغطه يعلى فمهم متابعة الضغط مهم أنه يستمر بالأدوية حسب العلامات الحيوية الضغط والنبض الضغط ممكن يعلى فممكن أدويته بالتعاون مع طبيبه يعدل جرعاته صعوداً أو نزولاً نص مرضان اللي عندهم قلب عندهم سكري مهم أيضاً متابعة السكر لأنه ممكن المريد يأخذ كورتزون خلال فترة مرضه الكورتزون برفع السكر برفع الضغط فشغلات مهمة أنه يكون متابع لعلاماته الحيوية والمخبرية بشكل عام دكتور أيمن واحد قدم على المنصة للمطعوم يجي دوره وهو بنتظر دوره وصيب الكورونا شو يعمل؟ وهو بنتظر دوره يعني صار معه حرار يعني أعطوه موعد بعد أسبوعين مثلاً وبعدها بخمسة أيام يعني لسه ما أخذ المطعوم بدنا نفترض شغلتين واحد لسه ما أخذ ولا شيء وبدنا كمان نقول إنه واحد بعد الجرعة الأوية صار معه كورونا شو يتصرف؟ واحد ما أخذ ولا جرعة من المطعوم يجي دوره بس قبل ما يجي الدور قبل ما يروح على المطعوم مصيب الكورونا هل هو بدو يستنى لحد ما يطلع من الكورونا لأنه بدوش الأعراض تختلط فبالتالي طبعاً هو القصة إنه الأسوأ لسه إنه هو أخذ المطعوم وثاني يوم صابوا الحرارة وبعدين فحص الكورونا طلعت إيجابية فصارت القصة إنه إنه المطعوم هو اللي عمله المرض طبعاً بيكون نسي إنه فترة الحضانة للفيروس هي من عشر إلى خمسة أيام لأسبوعين فهي مجرد صدفة إنه هو صابة الحرارة والكورونا بعد المطعوم فبالتالي المطعوم الكورونا هو ما بيسبب مرض الكورونا هو قد يسبب أعراض شوية حرارة أو تعب وإنهاك وأنا بأكد هذا الموضوع كمان إنه المطعوم لا يسبب الكورونا أطلاقاً مهم جداً بس بتوافقني إنه المريض اللي أصيب الكورونا الآن ومثلاً اليوم صار عنده حرارة وفحص وموعد وبعد بكرة أنه لازم يروح على المنصة إلى موعد شو بدي يعمل لازم يأجل فعلاً يعني اللي يصاب بالكورونا قبل ما يأخذ أي جرعة من المطعوم السؤال إنه لسه لازم يأخذ المطعوب؟ لازم يأخذ المطعوم حتى اللي أصيب الكورونا المطعوم ضروري جداً السبب إنه المناعة اللي بحصل عليها الإنسان من الإصاب بالكورونا ممكن يكون مش كافية وإحنا سمعنا قصص ناس أصيبوا بالكورونا وأصيبوا مرة تانية صحيح الكورونا إذا أصيب الشخص بالفيروس رح يصير عنده مناعة بس ممكن المناعة ما تكون هي المناعة الكاملة اللي رح تحميه مرة تانية فحتى لو أصيب بالكورونا لازم يأخذ الفيروس بس إذا كان عنده أعراض يجب أن ينتظر حتى انتهاء العراض يعني ينتظر أسبوعين زمان الأعراض انتهت بقدر يروح يأخذ الجرعة الأولى من المطعوم وبعدين بأخذ الجرعة التانية هلأ فيه تغيير بالعالم من نسبة لأهمية الجرعة التانية بالناس اللي أصيبوا بالكورونا لأنه اكتشفوا أنه كونه أصيب بالكورونا وأخذ الجرعة الأولى يمكن مستوى المناعة عنده صار كافي ومش بحاجة يأخذ الجرعة التانية من المطعوم والسبب في هذا التغيير يمكن مشان توفير هاي الجرعات لناس لسه ما الطعام يعني اللي عنده مناعة بسبب إصابته بالكورونا وأخذ الجرعة الأولى يمكن صار عنده مناعة كافية تحميه لفترة طويلة لأنه كمية المطعوم الموجودة أصلاً في العالم لسه مش كافية فمنوفر الجرعة الثانية اللي كنا نعطيها لهذا الشخص نعطيها لواحد لسه ما الطعام حتى نحمي المجتمع لكن بمجرد ما تتوفر الجرعة لكل الناس كافية أعتقد حتى هؤلاء الناس اللي أخذوا جرعة واحدة رح يأخذوا الجرعة الثانية بس يمكن يأخذوها بوقت متأخر وهي شغلة مهمة كمان حتى اللي بأخذ الجرعة الأولى وبعدين لسبب من الأسباب بتأخر عن موعده على الجرعة الثانية بيقدر هو يأخذ الجرعة حتى لو تأخر يعني التأخير لسه ما بمنع أنه الشخص يأخذ الجرعة الثانية إذا صار معه ظرف لنفرض أنه سافر أو مرض أو نسي أو ما قدر يروح لسبب من الأسباب وراح موعده مش معناته أنه ينسى الموضوع لا لسه لازم يأخذ الجرعة الثانية حتى لو تأخرت وفي حتى بعض الناس بيقول تأخرت لمدة شهر أو شهرين أو حتى ثلاث أشهر بتضل الجرعة الثانية ضرورية جداً للإنسان يتناولها صحيح والشغلة اللي حكاها الدكتور أيمن مهمة أنه في ناس فعلا بأخذوا المطعوم بعدين بعد يومين ثلاثة بصير معه سخونه بصير عنده بفحص بلاقي عنده كورونا وفي ناس بقول لك ها شايفين قلنا لكم أنه التطعيم هذا مش كويس هي يعمل عنده كورونا كان ممتاز لحد ما أخذ المطعوم أخذ المطعوم وصار عنده كورونا طبعاً هذا حكي لأنه هو أصيب قبل ما يأخذ المطعوم بالكورونا بس كانت الأعراض من الظاهرة أخذ المطعوم وبعدين بلشت أعراض الفيروس اللي أصيفيه قبل ما يأخذ التطعيم فصار في خلط بين الأعراض المطعوم وأعراض الكورونا لكن الفيروس قطعاً قطعاً أصلاً هو مش فيروس يعني حتى يسبب الكورونا نفس المادة اللي موجودة في المطعوم إذا كان الفايزر هو مادة ما إلها علاقة بالفيروس إطلاقاً هو عبارة عن مادة بس بتحفز جهاز المناعة إنه يعمل أجسام مضادة مقاومة للفيروس هو بيعلم الخلايا المناعة إنها تقاوم الفيروس والناس بفكروا كمان هذه كمان شغلة خاطئة فكروا إنه هذا اختراع جديد يعني بالطب إنه هذا يعني شغلة ما كنا نعرف عنها وما منعرف عن أطلاقاً هذا الحكيم الصحيح الشغل على هذا النوع من المطاعيم أو الأمصال اللي هي المسنجر RNA اللي هو موجود هذا حكي قديم إلو عشرات السنين في الأبحاث الطبية والآن يستخدم لعلاج بعض الأمراض يعني في بعض الأمراض هذا النوع من أنواع التكنولوجي اللي موجودة بالفاكسين يستخدم فيها وحتى فيه إشي جديد رح يطلع ورح نسمع أخباره عن مثلاً في موضوع الكوليسترول هلأ مثلاً إحنا الكوليسترول متعودين ناخد حبة كل يوم وفي بعض الأدوية بنعطيها بتاع بات باخد المريض إبرم ممكن ياخدها بالشهر مرة أو شيء زيك هلأ رح يطلع علاج هو نفس التكنولوجيا اللي موجودة في مطعوم الفايزر المسنجر RNA رح تنعطى لمرض الكوليسترول بحيث أن تتقلل من نسبة الكوليسترول والمريض ما يضطر ياخد الجرعة إلا بجوز مرة كل ستة أشهر أو مرة كل سنة هذا الحكي الآن ثبت في دراسات علمية وبعتقد في القريب العاجل رح يكون متوفر للناس بتصير أنت تعالج الكوليسترول بإبرم تاخدها إما كل ستة أشهر على حسب نوع الدواء أو حتى كل سنة زيها تماماً زي المطعم كأنك بتضعم أنت ضد الكوليسترول بعض الأمراض الأخرى موجودة مرض الدائنة شواني مثلاً الأميرويدوسيز واحدة من العلاجات المتوفرة لهذا المرض هو نفس التكنولوجيا فهذا النوع من أنواع العلاجات أو الفاكسينز أو المطاعم هو مش جديد طارق مستحدث اخترعوه بس مشان هاي المشكلة عشان هيك إحنا ما عندنا أي فكرة عنه وما منعرف تاريخه ما منعرف إذا هو جيد أو سيء أو ممكن تسبب مضاعفات إحنا منعرف هذا الطب يعرف كل هذا الحكي بس بهذا المجال بالذات كانت لأول مرة ونعمل على هذا الحكي بشكل حثيث لأنه كان في حاجة في عندنا جائحة كونية يعني صابت كل العالم فكان لابد من الإسراع بهذه الأبحاث لكن من ناحية التكنولوجيا هي موجودة قديمة من ناحية الأمان فحص بأمريكا زي ما حكى الدكتور أيمن 80 مليون شخص طعموا لحد الآن وفي العالم إذا من عدها أنا صار بجوز مئات الملايين من الناس حصلوا على المطعوم ما في أي علامة إطلاقا على وجود مضاعفات خطيرة مؤذية للناس صحيح احنا أنا بتصور أنه يعني قد يكون قاربنا على الانتهاء لكن الرسالة المهمة في الأخير غير أنه بالنسبة للشغلات خارج نطاقي أنا والدكتور رمزي والاختصاص أنه الانتباه في عائلاتنا لأي شخص في العائلة يبدأ أي علامات من القلق أو الخوف أو الضيق النفسي أو فقط شغله وشفناه مزوي شوي ما ناخد العلامات هاي على محمل اللاجد أنا بتصور التلتمية حالي اللي جمعناهم هي إشارة للناس إحنا أكيد جمعنا تلتمية بس من بعرف ممكن في أمام غيرهم طبعا أكيد في علامة فهو الناس اللي وصلناهم وصعب أن نحصل عليهم لكن أنت بجيب تلتمية حتى تأشر للناس العدد الأكبر أكيد العدد أكبر لأننا بجوز المرضى كلهم من عمان ومن مدن الرئيسية فيه الجامعات نحن ضايل معنا يمكن أربع دقائق يمكن في معنا مجال لسؤال أخير سؤال نص سؤال من سارة الكورونا في بعض الحالات تزيد من تميع الدم دائمر بزيد والكثير لا ينتبهون لهذه المشكلة هل سنتوقع زيادة لجلطات في المستقبل بسبب الكورونا وهل على الشخص الذي انتبه إلى ارتفاع التميع أن يستعمل أدوية طول العمر نحن نحكي عن الضغوط النفسي نحن نحكي عن مباشرة من الفيروس نفسه هل الفيروس بيؤدي إلى زيادة في الإصابات في الكورونا والمرضى هل في احتياطات لازم يأخذوها على طول مثلا بالنسبة للمميعات هل هو الفيروس يعني يكتشفوا أنه زي ما بيصيب الرئتين يعني هو كمان يؤذي بطانة الشريين اللي هو بيسموها بالانجليزة اندوثيليا فالالتهاب تبعه اندوثيليا لايتس فهذا الفيروس اكتشفوا أنه هو مرض على بطانة الشريين فبالتالي هي مش الميوع اللي بتزيد طبعا هاي مراحل متأخرة يصير نزيف لكن هو مشكلته أنه هو يسبب الخثرات قد يسبب خثرات في الأرجل وتنتقل إلى الرئتين وقد يسبب خثرات في الرئتين وقد يسبب خثرات في أي عضو في الجسم خاص القلب والدماغ وبالتالي هو يزيد من قابلية الدم على التخثر من هنا جاءت قصة أنه المرضى يجب أن يأخذوا مميعات للدم الناس بيتصل فيك بحكي لك أنا نشيط وهيني صابني الكوفيد وأنا بلعب ورياضي ومحجور علي أسبوعين أخذ مميع ولا لا معظم الجهات العلمية تشير أنه الإنسان اللي بلزمه مميع على الدم اللي هي إبر تحت الجلد كل يوم إبرة للوقاية اللي هو الهيبارين النقي هذول الناس فقط الناس اللي بالمستشفى الناس اللي بالآي سيو ناس التعبانين الناس اللي ما بيتمشوا بس الناس اللي بمشوا بروح وبيجوا في البيت ما بلزمهم مميعات في الدم إلا هذا الإنسان مريضه ما بدي يروح على المستشفى وزنه كبير نقص أكسجين تعبان في البيت هو كأنه مستشفى في البيت عامل أكيد دول الناس بدهم والفترة قد طبعاً الإبر تختلف بين الناس بين يعني مجموعة وأخرى لكن قد تمتد إلى أربع أسابيع بعد الشفاء لكن بعض التقارير أنا قرأت أمس أنه اللي بيطلع من المستشفى سليم ما بلزموا أي إشي ده هو رح يرجع لحياته الطبيعية شكراً دكتور عيمان أعتقد أن هناك أي سؤال من القاعة لا أعتقد في أي أسئلة وفي نهاية اللقاء دكتور عيمان نحن عايزين على الشكرة طبعاً شكراً لك يعني هو كان حوار رائع متعتنا وأكيد نشكر مؤسسة عبد الحميد شمان وصندوق دعم البحث العلمي نسخة كوفيد 19 اللي قتحتنا الفرصة أن نطلع على المجتمع الأردني موضوع مهم جداً وموضوع لن ينتهي في المستقبل القريب نحن اكتشفنا يعني بمؤسسة عبد الحميد شمان باب ممكن ندق عليه لما بنحتاج لدعم للبحث العلمي لأنه ففعلاً يعني أنا بثني على كلام الدكتور عيمان شكراً لكم على أول إشيء صدافتنا وشكراً لكم على الدعم الكامل للبحث العلمي وإن شاء الله في المستقبل يعني بيكون إلنا كمان لقاءات في هذا الموضوع بدي أشكر للحضور كمان في القاعة وبدي أشكر الحضور اللي كانوا معنا كمان عبر الإنترنت وإن شاء الله منظل كلنا سليمين والله يحمي الأردن ويحميكم من الكورونا ديروا بالكم على حالكم أعتقد هذا هو الشيء الأساسي يعني الوقاية جداً مهمة لبس الكمامات التباعد الاجتماعي اللي ما سجل على منصة المطعوم يسجل اللي ما سجل المطعوم المطعوم جداً مهم وشغلة أساسية في أن نوقف هذا الداء بدون المطعوم راح يضل فيه عندنا مشكلة مزمنة فأرجو من الجميع أنه يعني ما يترددوا إطلاقاً يعني خلينا كلنا نتصل من الآن أو نسجل أسماءنا على المنصة وإن شاء الله يكون في مطعوم متوفر للجميع بس يعني توفر المطعوم أعتقد الكل لازم يطعم وما تخافون أي شيء مرة ثانية شكراً لكم وتصبحوا على خير شكراً لكم